اياد بيضاء لمركز الملك سلمان للإغاثة في نحو 160 دولة من مختلف أنحاء الآلم بينها دول آسيا الوسطى التي حظيت بعشرات المشاريع التنموية والمعيشية شميلة التعليم والصحة والأمن الغذائي والإصحاح البيئي وغيرها من المجالات حيث قدم المركز أربعة وخمسين مشروعاً لطاجاكستان ركزت على التعليم والأمن الغذائي كما امتدت مجالات عمل مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أوزباكستان بعشرين مشروعاً معظمها بالتعليم والإصحاح البيئي وبإثني عشر مشروعاً في كازاخستان دعم مركز الملك سلمان للتعليم والأمن الغذائي وعبر أربعة مشروعات في تركومانستان قدم المركز عشرة ملايين دولار لدعم الصحة والتعليم وخلال جائحة كورونا وما قدمته المملكة للعالم لدعم الصحة الآمة ومواجهة الجائحة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من مستلزمات الحماية الطبية بمبلغ 500 ألف دولار للجمهورية القرقيسية كما وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيتين لتمويل مشاريع في قرغزستان بقروض إمائية ميسرة بقيمة 130 مليون دولار تشهيد منازل للسكان وتسير معيشتهم والإسهام في تمويل مشروع طريق تراز تالاس لتخفيف الحوادث المرورية وتحسين الطرق في البلاد برامج تعليمية طبية وغذائية ومشاريع إغاثية تقدمها المملكة كعطاء لا ينضب لصون الإنسان أينما كان ترجمة نانسي قنقر